إذن إلى العراق حيث ازدادت حدة الصراعات في نادي القوى الجوية بعد الانقسام الإداري الذي شاهده مجلس الإدارة السابقة والسقالة عدد من أعضائها لتصبح للنادي إدارتين تدعي كل منهما الشرعية طبعا مرسلنا محمد الخفاجي وقربنا أكثر من البيت الجوي وتفاصيل هذه القضية بالتزامن مع اتساع دائرة الخلاف والصراع في نادي القوى الجوية وانقسام مجلس إدارته لفريقين وبلوغ الأزمة أقصى درجاتها قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تشكيل مكتب الأندية للنظر بتلك الخلافات بعيدا عن الضغوطات والمجاملات بالحقيقة مكتب الأندية عليه عاتق كبير اليوم كثير من المشاكل تعاني من الأندية ومنها حل الهيئات الإدارية وتشكيل هيئات مؤقتة تعرفنا القوى الجوية هو من الأندية الكبيرة والعريقة ويتمتع بجماهلية كبيرة في حقيقة كنا دقيقين بهذا الموضوع وتشاورنا مع الأخوة في قيادات وزارة الدفاع ومن ضمنها السيد وزير في اختيار مؤقتة تدير العمل لأقصى فترة ثلاثة أشهر القوى الجوية الآن أيضا في مهب الريح بنفس الطريقة المؤسسة الرائعة للأندية قانونا ما عندها شكل واضح لعلاقتها مع الأندية وبياناتها وأي شخص يقول المؤسسات الرياضية الأولمبيا والوزارة على وقام كامل هذا منافع الحقيقة هناك تصدعات في الإجراءات بين المؤسسين وهناك أيضا تربص بين المؤسسين وأنا أتحدث لك وأنا جزء واحدة من هذه المؤسسات هيئتان إداريتان تنافستا على قيادة النادي في المدة الماضية واتعت كل واحدة منهما الشرعية فيما كان رأي وزارة الشباب والرياضة مخالفا للإثنين إذا قرت بعدم شرعيتهما مع ضرورة اللجوء إلى القانون النافذ لتشكيل هيئة مؤقتة تسير عمل النادي بعد القرار الأخير لستزر مزارة الشباب والرياضة في إلغاء الهيئات الإدارية الأثنين والكتب الرسمية وبقى الأمور متعلقة بالنسبة لنادي القوة الجوية أكيد أنه التاريخ وعراقة هذا النادي ما يستحق يكون يصل إلى هذه المرحلة بل احنا بالوسط الرياضي ضمن قانون هو قانون 18 للأندية الرياضية وكملنا كل إجراءاتنا وخطواتنا وقانون 18 لكن مؤسساتنا الرياضية عطلت القانون فلجأنا إلى قانون خاص وقانون 109 لسنة 78 وتعديل قانون 73 لسنة 85 النافذ واستخدمنا الصلاحيات الموجودة بالقانون لتشكيل هيئتنا المؤقتة التي حاليا تتمارس مهامها بإدارة الشهون النادي ويتحضر لانتخابات دائمية فريق كرة القدم في نادي القوة الجوية أعلن إضرابه عن أداء الوحدات التدريبية احتجاجا على ما يمر به النادي من خوضة إدارية أثرت على مستوى التحضير ليبعث برسالة واضحة مفاده أن وضع العريق لا يسر العدو ولا الصديق حمد الخفاجي صدى الملاعب لماذا لم تتمكن الجهات الرياضية المسؤولة من إنها أزمة كبيرة لنادي عريق مثل نادي القوة الجوية؟ تأكيد الإشكالية في العراق ليست إشكالية الرياضة الآن هي إشكالية متعددة ولكن أعتقد أنتم منتسبين لنادي واحد إدارتين وبعدين يقال أنه تخيلي إدارة تجيب أجانب والإدارة الثانية تجيب أجانب مختلفين وخلاف على كل التفاصيل لو كان في قلب واحد أنا أقول وتصميم واحد أجمع الاثنين وأقدر أطلع بنتيجة واحدة ولكن على ما يبدو حتى الوزارة ما قدر تحل هذه الإشكالية كيف ممكن أن تؤثر هذه الأزمة على الفريق الذي يحضر نفسه؟ دفاعي يعني وزارة دفاعي يعني فيه انضباط المفروض يكون عندهم هم هذين كمسؤولين في النادي أما أنه لازم أنك في الأخير متضخب لازم يستفيد من الموضوع كيف المفروض أن تستقل هذه الأندية من عباءة الحكومة خاصة من الناحية المالية؟ المفروض أنت دخلت على دور المحترفين أنت تسوي شركات وغيره خلاص يكون في شركات في انتخابات في كل شيء في أعضاء مجلس دار أما إدارتين في مكان واحد سيضرب الرياضة العراقية بشكل كامل لأن غيره يأخذون نفس المنهج يأخذون نفس الطريق نتمنى أن التقرير القادم أن الأمور كلها انحلت وتخدم بالإجمال الكرة العراقية ونادي القوة الجوية العريق يعطيكم ألف عافية أسبوع على ألش خير كفتين بدر كفتين كيفاح شكرا جزيلا شكرا المشاهدين لطيبة المتابعة دمتم في رحية الرحمن في أمان الله